الاوضاع المتفجرة في المنطقة اثر الاعتداء الاسرائيلي على سوريا صباح امس بحثها وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتاربين خلال اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي واوضح الوزير المعلم ان العدوان الاسرائيلي الاجرامي على مواقع سوريا يظهر طبيعة الاهداف التي تربط اسرائيل والمجموعات الارهابية المسلحة في سوريا مؤكدا ان هذا العدوان يثبت مرة اخرى تورط اسرائيل ومن يدعمها في الولايات المتحدة واوروبا الغربية في سفك الدم السوري ومنع التوصل الى وقف العنف والارهاب بهدف اضعاف سوريا والنيل من مكانتها اقليميا ودوليا واشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتاربين على حق سوريا المتأصل في القانون الدولي ومثاق الامم المتحدة بالرد على مثل هذه الاعتداءات الوزير لافروف اكد حرص بلاده على استقرار سوريا وعبر عن القلق من خرق سيادتها وحرمة اراضيها محذرا من تزايد فرص اندلاع تطورات لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وشرح الوزير لافروف للوزير المعلم الاتصالات التي قامت بها القيادة الروسية لوقف تدهور الذي شهدته المنطقة اثر هذه الغارة الاسرائيلية على سوريا مؤكدا تضافر الجهود الاقليمية والعالمية لمنع التصعيد ووقف زيادة التوتر واتفق الوزيران في ختام محدثاتهم على متابعة هذه الاتصالات لمواجهة اي تطورات محتملة